بداية فككت الفرقة الإقليمية لأدرك الوطني بقرطوفة تبع لولاية تيارت ومن خلال عملية نوعية شبكة مختصة في السطو على المحلات والمساكن مساكن المواطنين وكذا قطع الطريق في وجه الناقلين كما تم ضبط كمية من المخدرات مع أسلحة بيضاء كانت تستعمل في عمليات السطو والسرقة وكذا دراجة نارية وسيارة سياحية التغطية كانت لديار بن داوت تم وضع خطة وتشكيل دورية محمولة وكذا نقطة مراقبة وتفتيش على الطريق الوطني رقم 23 بالإضافة إلى دورية راجلة ليتبين بأن عناصر الشبكة يقومون بقطع الطريق بواسطة الحجارة لإرغام مستعملية طريق على التوقف بعد تمشيط المكان وتطبيق جميع المحاور من طرف وحدات المجموعة تم رصد وإلقاء القبض في وقت وجيز على ستة أشخاص متورطين جميعهم مسبوقين قضائيا في عدة قضايا سرقات ومحل بحث في عدة قضايا من طرف مختلف المصالح الأمنية اشتركوا في القناة